اكد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء اكد على اهمية مواصلة العمل بكل عزم وارادة لتحقيق اولويات المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وذلك عبر مزيدا من التعاون والعمل التكاملي بين اعضاء فريق البحرين من السلطتين التنفيذية والتشعية جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر الاقضابية اليوم بحضور معالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء والفريق اول معالي الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية وسعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية ومعالي الشيخ سلمان بن الخليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وعدد من اصحاب السعادة من كبار المسؤولين معالي السيد احمد بن سلمان لمسلم رئيس مجلس النواب ومعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى حيث نوه سموه بالجهود الطيبة التي يبدلها اعضاء السلطة التشريعية والتي تنطلق دائما من حب الوطن والحرص على تقدمه وتحقيق تطلعات ابنائه وقال سموه ان العمل مستمر لضمان استدامة التطوير للخدمات الحكومية وفق عمل تكامليا مع السلطة التشريعية بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وكفاءتها لتكون دائما بأعلى مستويات الجودة مضيفا سموه ان الجهود التي يبدلها اعضاء فريق البحرين من مختلف مواقع عملهم نراها دوما رهاننا الرابح لحاضر البحرين ومستقبلها من جانبهما اعرب معالي رئيس مجلس النواب ومعالي رئيس مجلس الشورى عن بالغ شكرهما وتقديرهما لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يليه سموه من حرص على مواصلة تطوير التعاون بين السلطتين بما يعود بالخير والنماء على مملكة البحرين وأبنائها اشتركوا في القناة